أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل صحيح أن الصيام لا يدخل ضمن الأعمال التي يذهب أجرها إذا تعدى فاعلها على الناس في الدنيا ولم يتوب من ذلك لأن الله عز وجل يقول في حديث القدس إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه نعم هذا قول في شرح الحديث بعض العلماء شرح الحديث بهذا لأن الصيام يدخل رضو الله للصائم ولا يقتص منه الغرماء لأنه سر بين العبد وبين ربه فاحتفظ الله به لصاحبه وأدخله به الجنة ويرضي الخصوم والغرماء بما شاء من فضله سبحانه وتعالى الله ما تضي عنده المظالم لكنه يعوضهم من فضله سبحانه وتعالى نعم